اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايضا يبقى لكوا مميز جدا ويكون معاكم النجم الخالد العاضي في ختام هذا البرنامج اقول لكم بسرعة اخبار النادي الاهلي بحثة النادي الاهلي بتصل لالكنغو بعد 13 ساعة صفر القاهرة اسيوبيا اسيوبيا لالكنغو يعني رحلة شقة جدا 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 على اثر هذه الرحلة الغى لسارتي ميران اليوم عارفين السفر بقى فيه مشاقة كبيرة جدا للعيب لعيب الكرة تحديدا كأن تمرينة وتمرينة كبيرة جدا وجمدة جدا ممكن بعد السفر لو فيه تدريب ممكن يحصل اصابات واصابات كبيرة جدا عشان كده لسارتي تفادى التمرين وهقول لكم نص الخبر كان في استقبال البعثة السفير المصري في الكنغو السيد حمدي شعبان كمان كان في استقبال البعثة سيد عبدالحفيز نجمة الاهلي ومدير الكرة بالنادي الاهلي عارفين رئيس البحثة السيد طرق أندي رئيس بحثة النادي الاهلي وعضو مجلس أدار النادي الاهلي ان شاء الله تكون رحلة موفقة كالعادة للنادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم براه مهمة جدا يوم السبت المقبل ان شاء الله بنستناها كلنا كجمهير اهلوية لأهمية هذه المباراة وأهمية هذه البطولة الغالية علينا قوي احنا كأهلوية ان شاء الله بإذن الله دايما بقول التالتة تبتة خسرنا النسخة اللي فاتت والنسخة اللي قبلها ان شاء الله تكون هذه النسخة داخل الجزيرة بإذن الله قلتلكو خراس لصارتي بيلغي ميران الاهلي تجنبا للإرهاق هو قال كده ان تجنبا للإرهاق مفيش داعي للتمرين النهاردة ان شاء الله بكرة يبقى فيه ميران في ملعب قريب من مقر الإقامة أو فندق الإقامة في الكنو ان شاء الله قلت لحضراتكم السفر غير نوع مشقة علينا احنا كدلوقتي عاديين الرياضي أو لعيب الكورة تحديدا قعدته والعضلات متعودة على الجاري والمشي والكلام ده كله القعدة الطويلة جدا ممكن تسبب مشاكل لو نزلت عملت تمرين بعد رحلة السفر وياما ياما فرق عانت من الموضوع ده والحمد لله في الآخر عرفنا ان ما فيش تمرين بعد السفر او يفضل ان ما بقاش فيه تمرين بعد السفر لو فيه ضرورة اوي بقى تمرين خفيف جدا 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 عبارة عن فك العضلات بصفة عامة لكن لا صارتي تجنبا لاي مشاكل واحنا عارفين احنا عارفين يعني بنفتقد لعيبة كبيرة جدا ولعيبة كتيرة جدا الفترة الاخيرة فمش عايزين اي نسبة رزق حتى في المغامرة في التدريبات عشان كده لغى التمرين كمان في اطار رحلة الفريق فيه برنامج غزائي خاص لعيب الاهلي في الكنغو متعودين دايما ان احنا في المعسكرات الخارجية بناخد معنا شيف بيكون مسؤول عن الاكل والشرب اللعب الفريق بالتنصيق مع الدكتور خالد محمود والشيف هو طبعا الشيف محمد دالي اللي بيرافق الفريق أو بيرافق الفريق في معظم رحلاته الخارجية أو معظم رحلاته الافريقية وأيا كانت بقى خارجية أفريقية أو عربية أيا كانت بيكون معهم شيف للإشراف على الأكل والشرب للفريق عارفين الأكل الأفريق يبقى مختلف تماما على الأكل بتاعنا فلازم يكون في حرص خصوصا كمان الفرق الكبيرة زي النادي الأهلي لشان كده خالد محمود اجتمع مع محمد دالي شيف النادي الأهلي تجهيز البرنامج الغذائي المناسب للفريق في هذه الرحلة وتفادي أي عقبات في هذا الشأن ده كان نص الخبر كمان شفنا حمد فتحي في لقاء بتروجيت كلنا بصراحة زعلنا جدا على حمد فتحي إصابة مش على البارو على الخاطر زي الإصابات اللي فاتت حمد فتحي جاله تمزق في العضل الخلفية إن شاء الله يغيب إن شاء الله إن شاء الله من أربع أسابيع لست أسابيع إن شاء الله حمد يلسى عشان صغير ممكن العضلة تلتائم بسرعة إن شاء الله يبقى أربع أسابيع ونلاقي حمد فتحي في الملعب كل ما خلاص يندمك حمد فتحي لعيد مميز قوي 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 يعني مش عايزة أقول لكم قد إيه قد إيه فريق إمبي مفتقد هذا اللاعب ودوره المحوري في هذا الفريق الكبير اللي بيعاني معاناة كبيرة جدا دلوقتي عشان يطلع من اللي هو فيه إن شاء الله كل التوفيق نادي إمبي يعني فريق أنا طبعا في قلبي كبير جدا بحبه كتير جدا وأكيد كل الجمهية الأهلوية أو الجمهية العامة بتحب نادي إمبي إن شاء الله يطلع من اللي هو فيه مع علي ماهر نجم الأهلي إن شاء الله أربع أسابيع أو ستة أسابيع إن شاء الله يكون في الملعب بعد أربع أسابيع وقلت لكم إن إحنا بنعاني من الإصابات بنعاني من الإصابات المباراة الفازك مباراة ممتعة لنا كجميل الأهلوية عملنا فيها كل حاجة في القر pierwszy الحمد لله الفريق تحس إن إحنا كل عيبة فيقة ما شاء الله ما شاء الله لكن افتقدنا طبعا الندم الكبير جدا كريم ندم كل الجميل الأهلوية كانت سبحان الله وأحنى حاجة وقلت لكم قبل كده إن إحنا كنا بنقول قبل كده يا كريم يا كريم لازم نريح كريم لازم 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 الوقت ده الجميل الآن إحنا أسفينا كريم كلنا أسفينا كريم فعلا إحنا عرفنا أنت لعيب كبير جدا لعيب مهم جدا لعيب راجل جدا زي بقية اللعيبة إن شاء الله ترجع كنا محتاجينك طبعا مباراة الزمالك ده لسان الجميل الأهلوية محتاجينك جدا كمان دلوقتي بنقول كريم واللعيب اللعيب الراجل بيبان قوي في النادل الآية زي معظم اللعيب إن شاء الله يرجع بعد مباراة الزمالك كنا محتاجينه قوي 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 ده لهدف هدف ولا أروع بصراحة فيه كمية تعاون مطلوبة في النادي الآلي وكمية حب مطلوبة في النادي الآلي جيراودو وكريم وعشهيه وناصر حاجة كانت جميلة قوي أهداف كان فيها تعاون كبير جداً أهداف حلوة قوي قوي مروان مع عشهيه مع كريم ندفد مع ناصر حاجة جميلة قوي بصراحة إن شاء الله يظل هذا الأداء الممتع للنادي الآلي في ظل الضعف بترجدت في هذه المباراة مش عايزين ضعف بترجدت في هذه المباراة آه إحنا كنا كويسين قوي فايين قوي لكن بترجدت ما كانش بترجدت خالص فإحنا ما بنقص طبعاً على الفرق لكن إحنا بنقول الحمد لله إحنا بنرجع فيه تعاون فيه فكر فيه إدارة فيه رؤية كبيرة جداً للجهاز الفني لما خرج علي معلول يعني كان فيه بعض الناس يقول طب ما بلاش كريم ندفد يلعب طب لو ما كانش كريم ندفد يلعب ونمطش كان صعب شوية أو تعقرب شوية بلغة الكورة يعني كنا نقول طب هو ليه ما نزلش كريم ندفد يعني يعني الموضوع يا جماعة مش زي ما احنا بنحسبه كجماهير احنا الموضوع بنحسبه كرؤية جهاز فني هو عارف مين الأولوية هو عارف اللون ماتش طبيعي أنه هو يكسبه أو سألنه هو يكسبه أكيد هيقعد كريم وقعد علي معلول هو يقعد جيراودو يعني لكن الماتش مباراة بترجدت بترجدت بالرغم من الموقف اللي هي فيه لكن بترجدت بترجدت فريق قوي جدا جدا يا ما صالوا جال في الدور المصري ويا ما كان ند كبير أو الأندية الكبيرة أهلي زمالك أيا كان هو أساسا كمان بترجدت نادي كبير قوي فعشان كده كان لازم تدفع بكل الأوراق اللي انت شايفها ممكن تكسبك هذين مباراة كريم ندفد مع أجاهي مع علي معلول مع جيراودو اللي حضراتكم شايفينه عمل مباراة والأروع لعيب بنستنى منه كتير قوي 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 مع كل لعيبة النادي المران محسن ما شاء الله عمال يرجع عندنا دكة كبيرة جدا عندنا أحمد فتحي أحمد فتحي الراجل بتاعنا اللي أنا دايما بقول عليه سيد الرجالة أحمد فتحي قاعد احتياطي مستني دور ينزل دلوقتي أحمد فتحي عشان انتوا عارفين كلكم أن أحمد فتحي لما بنزل ما بطلعش من الملعب لكن برضو حسابات كبيرة جدا للجهاز الفني أعتقد أن أحمد فتحي ممكن يتم الدفع به كالديفندر هاني ماشي بصورة ولا أروع من كده ما شاء الله برضو نمسك الخشب باك رايت عصري ويا ما اتكلمنا عن هاني ويا ما اتكلمنا عن ناصر مهر ويا ما اتكلمنا عن أحمد حمدي ويا ما اتكلمنا عن أحمد ياسر ريان متقلقين جدا أيضا مع نادي الجونة يعني إن شاء الله كل العناصر دي تروح تاخد خبرات وترجع تاني وتبقى فرقة تهد أي حد لكن في الأول وفي الآخر افتقدنا كريم ندفد وافتقدنا حمدي فتحي فتحي إن شاء الله يرجعوا كريم هيبقى بعد ماتش الزمالك وحمدي فتحي إن شاء الله بعد أربع أسابيح زي ما حضرتكم شايفين برجاء ويجيب لنا لقطات من هزيمة ورادة جون جونيور أجاهي جون والأروع حاجة جميلة جدا قلتلكم لسارتي بدأ يدخل في الأجواء الأهلوية بشكل كبير أو يبدأ يبقى لي لمسات بدأت كمان الجماهير تهتف باسم لسارتي والجماهير الأهلوية ما بتعملش كده مع أي حد يعني لسة بدري أوي لكن إحنا دخلنا في الأجواء كلا صارت يدخل في الأجواء الأهلوية بدأ يدخل قلوب الأهلوية بتغييراته بفكره بوقفته بكل حاجة بصراحة كمان زي ما قلت لحضراتكم كان في بعض الجماهير بتتكلم إن إحنا يعني مش لازم معلول لكن تكلم معلول عنده خبرات كبيرة جدا آه من ناحية الدفعية علينا على ما تستفهم كبير أوي لكن العيب بلعب بدماغه أو بلعب بخبرة كبيرة أوي بلعب بالسهل الممتنع أوي بيعرف إمتى هيطلع وإمتى هيقف وإمتى هيعمل سبرينت لكن يعني في الشكل العام بناخد اللي إحنا عايزينه من علي معلول وهو بيطلع اللي هو عايز يطلعه للنادي الأهلي والجمهور نادي الأهلي كنا كلنا قلبنا يعني اتهز شوية من الفاول اللي عمله علي معلول وشفنا بعد الأراء كده أو بعد الأراء بيقوله يعني كان لازم ياخد إنذار أنا ما كنت شايف إن هو إنذار خالص هم نتكلم في الفير ولا كمان كريم ندفت كان إنذار يعني لو الحكم كان شايف إن هو تزحلق قبل الفاول أكيد ما كانش هيدي له إنذار لكن الحكم أعتقد كمان إن هو معذور لأنه ما شايفش كريم هو بيتزحلق قبل الكرة اللي اداله فيها الإنذار الحكم قدر مبرع على أحسن ما يكون وإن شاء الله كل التوفيق لحكامنا المصرين بشكل عام ده كان معظم أخبارنا قبل ما نطلع عشان نستقبل ضفنا الكريم يا برجاوي النجم الكبير أحمد السيد أحمد السيد زي ما قلت لحضراتكم نجم كبير جدا قعد محيارنا هو بيلعب برجل يمين ولا بيلعب برجل الشمال كان معاه سامح حسني قبل مدخل فبقول لي ميدو اسأله هو بيلعب برجل يمين ولا برجل الشمال إحنا كلعيبة كنا معاه مش عارفين هل مستر مانو الجزيل لما نمنحت الشمال هو اقتنع أن هو أشوال إحنا كنا شايفين هو بيلعب برجل يمين لكن هو حيارنا في الآخر وهو كمان صدق أن هو أشوال وقال لك بقى أصل أشوال ببقى أحرف من اللي بيلعب برجل يمين فأنا أخليني برجل الشمال لكن كان مساك رخم قوي بلغة الكورة اللي لعبت عليه في ماتشات كتير وإحنا في أمبي مساك رخم قوي مع أنه يباني للشكل العام أنه مش اللي هو لكن لا مساك كان رخم قوي 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 يحسه الفرود الفرود اللي هو بجد يعني مساك كان رخم بيقعد لازق فيه كده ما سباتش أحمد السيد تاريخ كبير أو في الناد الأهلي لكن عايز برضو محمد سعيد يسأله وأكد عليه هل هو أيمن ولا أشوال لازم وخلي بالك يا جماعة من تسريحة شعره أنا ما قلت لكوش حاجة استنوا بعد الفصل